بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي الطلبة. النهاردة ان شاء الله هناخد طريقة تانية لاجادة للطربة النعمة او طربة بتاعتها تعتبر صغيرة زي الفاينساند او السيلت. فالطريقة دي اسمها الفاولينج هيد تيست. ودي مختلفة شوية عن تجربة الكونستانت هيد تيست. في ايه? من اسمها? دي اسمها فاولينج هيد تيست. يعني تجربة الضغط اللي هو مش هنقول ساقط. هنقول تجربة الضغط المتغير. يعني الضغط اللي جاي على الطربة هنا هيعتبر غير سابت. بعكس التجربة السابقة كان الضغط بتاعي دايما سابت على مين? على السويل. لكن هنا الضغط بتاعي هيبقى متغير. لو تبص عندي ادي التربة بتاعتي. قلنا الطول بتاحها ال والمساحة بتاعت المقطع بتاحها ايه? وبنحط هنا بورس وهنا بورس. ايه فايدة البورس دا? البورس دا فايدته ببساطة خالص. انه هو يمرر المية بسهولة. كويس. لكن ما يخليش التربة نفسها هي اللي تمر وتنزل مع المية. دا فايدة البورس بليد. فاللي بيحصل بيبقى في عندي ستاند بايب زي ما انت شايف. ستاند بايب داوت. بيبقى مساحة مقطعه ايه سمول. مساحة مقطعه ايه سمول. وإن اللي بيحصل? بيبقى الضغط البدائي عندي. الضغط البدائي عندي على الطربة عبارة عن اتش انشيال. اتش مين انشيال. ده دخول المية وده خروج مين المية. لو سبت الجهاز دوت فترة من الزمن. ايه اللي هيحصل? ان الضغط ده هينزل. بدل ما هيبقى ايه هيبقى اسمه اتش اف. ليه? عشان ما فيش مية بتخش وتعود الفاقد في الضغط دوت من فوق. فعشان كده الضغط بتاعي يعتبر ضغط ماله متغير. كويس? يبقى انا عرفت الايه وعرفت الايه. الايه ديت ايه سمول مساحة مقطع. الستاند بايب اللي فوق. اما الايه ديت مساحة مقطع العينة نفسها. ال ده طول العينة. وده الضغط الاتدائي وده الضغط النهائي. طيب. هناك لو تذكر كنا بنحسب ايه? او احنا بنجيب ايه? بنجيب حجم المية اللي متجمعه في وقت معين تي. هنا لأ مش هتجيب اه المية هتطلع هنا لكن مش هتحسب حجم المية. او مال هتعمل ايه? انت هتجيب الوقت او حساب الوقت اللازم اللي هو التي لأيه? لنزول الضغط بتاعي من مين? من اتش اي لاتش مين اف. يعني من الضغط ده لما المية تقل هنا هو تحسب الطايم بس. هو ده اللي مطلوب مني في التجربة. وده الجهاز بتاعنا زي ما احنا شايفينه. ده عبارة عن تانك مية. تانك المية ده خلي بالك انه هو ماله ما بيحصلش انه هو بيزود. هو خلاص حط المية وقفل. المية بتاعته مش مستمرة مقفولة. خلاص? عشان الضغط ما ايه? ما يحصلوش ايه? انه هو يبقى ثابت. لكن بنحط العينة بتاعتي هنا. وبتدي اشوف الاتش اي والاتش فاينل منين? من اللوحة اللي قدامك ديت. ودي المصطرة بتاعتها. بتشوف الضغط بتاعتك الاولاني كان كام? وبعد كده تشوف الضغط مين التاني او الاتش اي والاتش مين فاينل. لو عايز اجيب الكي بتاعتي فبتساوي ال اي في ال ال على ال اي في ال تي. ال اي دي مساحة مقطع ال اه وال ال ده طول العينة. اي ديت عبارة عن اه مساحة مقطع العينة والتي ده الوقت اللازم لنزول الضغط من اتش اي لاتش مين اف. ممكن لو انت مش عايز بالن باللوج ممكن تبقى اتنين وتلاتة من عشرة. في ال اي في ال ال على ال اي في ال تي. بس في الحالة دي هتبقى لوج اتش انشيال على ال اتش مين فاينل. وبكده اقدر اجيب الكي لالطربة بتاعتي اللي النفاذية بتاعتها تعتبر مالها ضعيفة. طبعا ليه الطربة اللي هي ذات نفاذية ضعيفة ما استخدمناش الطريقة الاولانية. طبعا لو انت قعدت جنبها باليوم يومين عشان تقرف تجمع شوية مية مش هينفع. لكن هنا الطربة اللي هي النفاذية بتاعتها ضعيفة هتلاقي اللي هيحصل لك هنا الضاغط هيقل مثلا من 30 سنتي يبقى 25 سنتي. هياخد وقت معقول يعني مش هيبقى فيه مشكلة في الطايم بتاعنا. يبقى انا اقدر اجيب الكي بطريقة الفولينج هيد تيست. عن طريق القانون اي في ال على اي في تي. لن اتش اي على اتش فاينل. شكرا.